بسم الله الرحمن الرحيم هسا رح نبلش تكميلة لسيركيت ون ورح نوخد اشي اسمه سوبر بوزيشن السوبر بوزيشن هو يعني اشي مش كتير بجبوب الامتحانات بس انه مهم انك تعرفه نقدام اذا تخصصت كهرباء او قاقة فانك ممكن كثير تستخدمه او تحتاجه بداية هنشرح يوم سوبر بوزيشن سوبر بوزيشن بدا اشرح فكرته بسرعة وهي كمثال بسيط جدا هو اشرح فكرته بعدين هنوخد امثلة عليه هو كتير سهل يعني مو صعب اذا فهمت فكرته كتير صعب بس بداية بدي اياك تعرف اذا انت بالسؤال اذا انت بس انه خلص خضع معلومة مني اذا انت شفت شو بتروح تحط مكان بتحط مكان بتحط مكان اوكي خلص مكان بتحط ايه برضو في عندنا اذا شفت انت عندك يعني هذول احفظوهم اذا شفت عندك شفت و تحط مكانه اوبن سيركت بس بدي اياك تفهم فكرة هاي هسا الا يعني عسبي المثال عسبي المثال احنا حابش رحة مثال اول اشي بعدي هايش ندخل نوخد اسئلة فنفرض انو كان في عندي هون 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 في عندي انا هون في عندي هون هون برضو في عندي اوكي هاي في عندي هون 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 في عندي هون في عندي وقال لك عسا فكرة مشكل عام شو يعني يعني انا بالسيركت بدي اشتغل ع هاي هي فكرة انو انا بالسيركت بدي اشتغل ع 3 يعني على سبي المثال انا هون قدش في عندي في عندي واحد في عندي اثنين انو انا لما ابلش حل لازم احل على ممكن هايز مارز واحد طيب هل بزوط اني احل على مورة السورس واحد يعني لا اكيد لا فانه ان journalists تشتغل على اثنين بس طريقا معينة يعني انا مرة بدي اشتغل على مورت السورس الي ي عندي هون ومن رضي اشغل القرنت السورس اللي عندي هون فكيف احنا قلنا شو مكان بتعمل فانت بدأ تعمل كل سورس وتخلي الثاني شغل فانا لما اعمل كل سورس احنا قلنا نحط مكانا فحطينا شورت سيركيت هون وصوف في عندي رزيستر وهون برضو رزيستر وهون في عندي ايش قرنت سورس وفي عندي اي هون هسا انا الاي اللي هون خلينا نسميه مبدئيا اي فتحة انت حليت السؤال ووجد قيمة الاي فتحة بروح شو بعمل بعمل كل السورس اللي هون وبرجح حال يعني هاي خلينا ايه ستيب ون ستيب ون هاي ستيب تو بعمل كله اللي هون برجح السورس قلنا لما نعمل يكون في عندي كرنت سورس شو بعمل فيه بعمل له ايش اوبن سيركيت فانا بصفي في عندي رزيستر هون في عندي اوبن سيركيت هون باجي هون هيك في عندي رزيستر في عندي رزيستر هون هسا عندي هون ايش هاي اي برايم هاي اي دابل برايم هسا ايجينا على اي دابل برايم اي دابل برايم انت حليتها وجدت قيمتها بالنهاية بالهاية السؤال انت اول ايش بتعمل كل بتخلي سورس واحد شغال عندك وكل اتي انت عملنا كل السورس اللي هون واشتغلنا على ايش بعدها شو بعمل بعمل كل للكرنت سورس وبشتغل على الولتش سورس هون وبجد الكرنت مرة ثانية هسا بالنهاية الكرنت توتل عندك يعني الكرنت الاصلي هو عبارة عن زاد اي دابل برايم انت فكرة السؤال حتى لو كان عندك مثلا بتعمل كلة بتشتغل على واحد بعدها بتعمل كل اللي شغلته بتشغل الباقيات الفكرة كلها ان اتشغل تخلي بولتش سورس واحد شغال عندك وانت رح يعني انت يعني اعسبي المثال انو فينا زغول لخدا خلي انت بتحكي انو خلي بولتش سورس واحد شغال عندك انا خليتها الشغال مثلا خلي سورس عندك واحد شغال انا شغلت للي هون وحليت ووجدت اي ايش اي برايم اوكي هسا الاي برايم طلعت قيمتها هاي الاي برايم اللي هون هي نفس اللي هون لا انا اصلا في عندي فولتش سورس هون انت هاي اساس بتعمله كل فالفكرة كلها انو انا بعمل كل واحد انا بعمل انا عملت كل اللي هون وشغلت هاد بجد الاي بعدها بعمل كل هون بشغل هاد بجد الاي واخر اشي بجمحهم مع بعض هاي هي فكرة كاملة هسا رح نيجي ايش امثال بوضحنا كل ايجي المثال اللي عنا خلاتي هون في عندي خمسة اوم مين اوم اربعة اوم هون في عنا قيمته مين امبير تجاه الو تحت مدعين اوكي وشي بحكي لكم السؤال اوكي بنتا اول شو بتعمل نحكي احنا قول شي قلنا شوي هش بنخلي صورس واحد عندنا شغل وشو حكينا اول اشي اول ما بلشنا شو حكينا حكينا انه نيجي بنخلي احنا بنخلي هو الجغال وبيدي اعمل كل لôle كورنط سورس فالكورنط سورس احنا قولنا لالكورنط سورس اذا عندك شو بتعمله هاي القورنط سورس عندي شو بتعمله فباجي عالكورنط سورس اللي عندي هون شو بعمله فبصفي زي هيك شكل السيركيت نيكتب بوزيتب اتناشر بولت هون خمسة اثنين اربعة وفي عندي هون ايش وطبعا بده اي فبنحكي انه نحن سميها مبدئيا اي برايم اي برايم شو تساوي اي برايم طبعا احنا اول شو ممنا ديمون احنا طبعا قلنا فيما سبق انه مبدئيا انتو تعتبر انه هالبرانش اللي عنده خمس موجود هي بتعتبر كل ايش عنده سيريز فالكرانت يساوي هي اتناشر بولت على خمسة زائد اثنين زائد اربعة تطلع اوكي عملنا اول شيء حسا من رجع احنا من رجع ونعمل فبنيجي بنحكي هون هون اوكي اوكي فالمعمل شو بحط مكان مثل ما حكينا قبل قلنا بنيجي هون قلنا انا عندي بعمله بعمله وبعمله بعمله بعمله طبعا انت انا بتشتغل كله بترجع للسيركت الاصلية ماشي بنيجي هون شو بنعمل نعمل هون شورت سيركت اجينا شورت سيركت هون خمسة هون هون في عنا الكل كارنت هو اثنين امبير اوكي هون في عندي خمسة اوم هون هون ماشي وهون اربعة هون اثنين فلما اجينا الحل بنحكي انا عندي كارنت سور زي هيك في عندي اي هون هسا السؤال المطروح كيف بدي اجد خنسميها ايش من اشي اخذنا اللي هو موجود كأنه بثاني فيديو موجود اللي هو شو بنسميه احنا كننسميه باي كارنت ديفجن شو قلنا نذكركوا فيها كون في عندي كارنت سورس في عندي شو بنعمل طبعا انت هون انت السؤال اللي بتطرحه انت كيف مبارلل انا في عندي كارنت سورس هون اوكي يعني انتوا ترسم السركت كالقاتي هيك ترسمه هاي اثنين هاي الاربعة هاي الخمسة هيك تغضو ترسمى من الكارنت سورس مبدئيا هاي في عندي هون ايش اثنين امبير فهي عبارة ايش عن الكارنت في عندي هون بارلل مع بارلل مع بارلل مع بارلل محاي فانا بدي الكارنت هون طيب الكارنت هون طبعا اي اي رزيستر اخد بتفرقش لانهم سيريز احنا بنجمحهم مع بعض شو بصيروا بصيروا ستة فانت اللي بتعمل ايش هو باجي بحكي انا في عندي اثنين هون ضرب قولنا اذا بدك انت الكارنت هون شو بنحكي حكينا احنا حكينا قبل انه هي افزت اوبرسن انا بدي الكارنت هون باخذ افزت تباح هل هو ايش خمسة يعني هون اعتبر انا بدي اجد الاي هون اوكي فانا قولنا بدي اجد الكارنت هون فانا باخذ اوبرسن اوبرسن ايش هو اللي هو عبارة عن اربع زائد اثنين زائد خمسة اوكي بطلع معنا بالنهاية زيرا بوينت ناين زيرو ناين امبير اوكي طيب احنا اتجاه الكارنت سورس نازل لا تحت فالكرنت سورس رح يمشي هيك رح يوزع هون كارنت رح يوزع هون كارنت فالكرنت سورس رح يوزع هيك كارنت والكرنت المطوب عندي انا انه نازل لا تحت فشو نحط هون نحط اشارة ماينس نحط اشارة ماينس لانه انا تجاه الكارنت اللي عندي عكس اللي طالبني ايا بالسؤال ماشي حطينا ماينس بالنهاية تجي تحكيرو انه والله الكارنت الاصلي هي عبارة عن عبارة عن اي برايم زائد اي دابل برايم تو سورسز فانا قولنا من اواش نعمل ريموف لما نعمل ريموف لنحط مكانه باجد المطلوب مني سميناها اول شي بعديها برجحها زي ما كانت وبعمل بعمل كل السورس الثاني وخطوات هاي انت امرت هون اي اش تمام خلينا نخذ مثال ثاني يعني خلينا نحكي انو المثال اللي هون رح كون اصعب المثال هو طبع رح تلاقوا اسئلة ثانية رح تلاقوا تحت الفيديو في لينك بتعمل منه بدي افو بتنزل الفيديو هاته هون افون افون هون الفي عندي هون هو قيمته اربعة اوم هيا قيمة زي هيك بحيالة سوبر بوزيشن فايند بي بي هاي هاللي هون احنا نجع الحل وانا اول شي نبلش سورس سورس اخوال شي خلنعمل ريموف كارانت سورس اوكي بشكل سورس بشكل سورس بشكل سورس بشكل سورس فالذي برايم شو تساوي الفي برايم تساوي كيف ممكن نطلع الفولتج هون ممكن انك تعمل الوب وتطلع الكارانت وانتطلع الفولتج وسفي طريقة اخذناها اللي هي ايش بحط ستة ضرب ستة اللي هي قيمة السورس بنحطها ضرب انا بدي اياها على الاربعة قوم بحط طوض اربعة او تحت السم تباحهم اربعة زاء الثمانية اللي هي سيم نتعلم ما بنذكر كنا كتبناها قبل هي سيم على سم اوكي فبنيجي بنكمل تطلع اول شي عملنا نيجي بنحكي هون ريموف طبعا لما عمل شو بحط مكان بحط هيا حطيت هيا في عندي هون 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 في عندي ايش اوكي هون في عندي اربعة هون في عندي ثمانية اوام هسه لما نبلش حل كيف بده تعرف قيمة الفولتج اللي على اللي على الاربعة اوم منروح شو منعمل هم اصلا اه منروح منعمل اه اول اشي فبطلع اللي على الاربعة هو كالآتي خواج خلنا مع الاربعة انشان طلع الاربعة او او نيجي بنحكي انا الاربعة اللي على رزيستر ايش هي هي عبارة اي في ار والاي خليها زي ما هي بس قيمة ايش هي قيمتها اربعة اوم بس قيمة اي كيف بقدر عارفها بقدر عارفها قيمة اي اللي هون اللي ماشي زي هيك عن طريق ايش الاربعة اللي هي ثلاث على ثلاث ضرب